قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم صدمة كبيرة بالصحفة الجزائرية بعد انتصار المنتخب المغربي بعد فوز المغرب لن تصدق موقع لمداربي المنتخب المغربي في الجزائر والكاف يتدخل مغربي مرشح للقب جائزة مهمة في كأس أمم إفرقيا للناشئين بالجزائر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار صدمة كبيرة بالصحفة الجزائرية بعد انتصار المنتخب المغربي أصيبت الصحفة الجزائرية بصدمة كبيرة وهي ترى منتخبها الوطنية المستقبل يتلقى هزيمة قاسية من قلب الجزائر وبتلاتية نظيفة وأمام أكثر من 22 ألف متفرج وصفت صحيفة النهار الجزائرية الإقصاء بالمر حيث كتبت أقسي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة من الدور الربعي نهائي من كأس أفريقيا لدات الفئة أمام المنتخب المغربي وانتهت القمة الكروية المغربية بين الجزائر والمغرب بخسارة أناتوف ورفاقه بثلاث أهداف مقابل السفر بملعب شهيد حملاوي بقسطنطينة وتوقف مشوار كتبة الوطنية يوم الأربعة بعدما قدم نتائج إيجابية وسلبية في الوقت نفسها ولم تظهر كتبة أرزق رومان بالواجه المشرف ما يجبره على إعادة حسابته من جديد مستقبلا وإحداث طورة في تشكلتها تختم الصحيفة خبرها من جهتها كتبت صحيفة البلاد بالخط العريض كأس أفريقيا للناشئين الخضر يقصون من الدور الربع النهائي دون الإشارة على يد من أقصي المنتخب الجزائري وخلفت النتيجة التقيلة التي مني بها المنتخب الجزائري بثلاث أهداف دون رد رد فعلي كبير من قبل الجماهر الجزائرية والتي لم تستوعب ما وقع وبهذه النتيجة حقق المنتخب المغربي إنجازين في مواجهة واحدة حيث تأهل لنصف نهائي كأس أفريقيا وكذلك لنهائية كأس العالم صحيفة المساء الرياضي قالت إن صغار المحاربين يضيعون حلم المونديال في عنوان بارز ختمته بفقرة أخيرة تخص أشبال الأطلس قائلة وتأرى المنتخب المغربي من خسارته في نهائية كأس العرب للفتيان شهر شتنبر من عام 2022 أمام الصغار المحاربين بعد فوز المغرب لن تصدق ما وقع لمدرب المنتخب الوطني والكاف يتدخل دخل مجموعة من الصحفيين الجزائريين في مناوشات مع المسؤول عن الندوة التي جرت تنظيمها مباشرة بعد نهاية المباراة التي جمعت المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بنظره الجزائرية بربع نهائي كأس أمام أفريقيا ورفض رجال الصحفة والإعلام المنتمين للجزائر قوانين الاتحاد الأفريقي التي تنص على طرح ثلاث أسئلة فقط على المدرب في الندوة التي تعقب المواجهة مشيرين إلى أنهم كانوا يرغبون في تقديم العديد من الأسئلة لكن قوانين الكاف حالت دون ذلك ليصبوا جام غضبهم على مسير الندوة وذكر مسير الندوة الصحفيين الجزائريين الموجودين داخل القاعة بقوانين الكاف مضيفا إذا كنتم صحفيين وتعاودتم على تغطية المبارية الدولية ستعرفون أن الندوة قبل المواجهة تختلف عن بعدها ولم يتقبل رجال الإعلام الجزائريين توضيحات مسير الندوة وحاولوا التشويش على الأجواء علما أنهم لم يتقبلوا هزيمة فريقهم أمام المنتخب المغربي يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي تحت 17 سنة ضمن تواجده في كأس العالم بعد الفوز على نظره الجزائري بنتجة ثلاث أهداف للسفر في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء على ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسطنطين الجزائرية لحساب ربي نهائي كأس أمم أفريقيا وافتتح المنتخب الوطني المغربي النتيجة عن طريق اللاعب زكريا وزان عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة وفي الشوط الثاني عاد زكريا وزان ليضعف النتيجة للمنتخب الوطني المغربي على حساب الجزائر في الدقيقة 57 من زمن المباراة ونجح أدم شاكر في إضافة الهدف الثالث للمنتخب المغربي في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني وبهذا الانتصار نجح أبناء المدرب سعيد شيبا في حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهاية المسابقة القارية وحجز مقعد في نهاية كأس العالم التي لم يحدد بعد ما كانت تنظيمها بعدما سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم في فحق الاستضافة من دولة البيرو بعد فشلها في استكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة المسابقة العالمية مغربيون مرشح للقب جائزة مهمة في كأس أمم إفراقية للناشئين بالجزائر بات زكريا وزان لعب المنتخب المغربي لكرة القدم أقل من 17 سنة مرشحا لجائزة هدف كأس أمم إفراقية المقامة بالجزائر وبلغ هدف الأشبال هدفه الثالث ليقتنص وصفة الهدفين على بعد هدفين من صاحب الصدارة الكاميروني ديوف أمارا الذي رفع رصده التهديف في لقائهم الأخير بهدفين في مرمى خصمه جنوب إفراقيا وستجل زكريا وزان هدفه الثالث في شباك كل من زامبيا في ثالث مواجهات بدور المجموعة كما زار مرمى الجزائر في مناسبتين خلال مباراة الربع وسيكون وزان مرشحا بقوة لهذا اللقب بعدما وده أصحاب وصفة الهدف هذه المنافسة عقب إقصائهم في دور الربع ويتعلق الأمر بالجزائري أناتوف والجنوب إفراقي مخاونة والزامبي موانزا ويشار أن المغرب سيوجه في دور النصف الفائزة من مباراة مالي والكونغو المصائب لا تأتي فرد الفيفا تلزم الرجاء بدفع 300 مليون سنتيم لللاعب الليبير بيتر ويلسون زاد الاتحاد الدولي لكرة القدم المتاعب نادي رجاء البيضاوي بعدما أصدر حكما ضد الفريق الأخضر ولصالح اللاعب الليبير بيتر ويلسون وذلك بسبب شك وتقدم به هذا الأخير يطالب من خلالها بتعويضه جراء فسخ عقده من جانب واحد وأصبح الرجاء البيضاوي ملزما بأداء مبلغ 300 ألف دولار لفائدة بيتر ويلسون علما أن رئيس الفريق صرح عديدا من المرات لوسائل الإعلام أن أي حكم ضد الرجاء بخصوص هذه القضية سيتحملها هو شخصيا ومن ماله الخاص ويشار أن هذا اللاعب لم يرافق النادي في مقابلته سواء الرسمية أو الودية بل اكتفى فقط بالتقاد صورة تذكارية رفقة الرئيس والتي كانت أثناء توقيع العقد هذا وقد أعلن سابقا المكتب المدير لرجاء البيضاوي بمعية عزيز البدراوي عن تقديم استقالات خلال الجميع العام العادي والاستثنائية المقرر عقده يوم الخميس السادس والعشرين من مايا الجارية قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدينا أهم عنوان أخبار اليوم صدمة كبيرة بالصحفة الجزائرية بعد انتصار المنتخب المغربي بعد فوز المغرب لن تصدق مواقع لمداربي المنتخب المغربي في الجزائر والكاف يتدخل مغربي مرشح للقب جائزة مهمة في كأس أمم إفرقيا للناشئين بالجزائر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار